موسيقى سيدتي و أسادتي السلام عليكم و رحمة الله و بركاته نشوة أخبار التاسعة مسائم من تلفزيون دولة الكويت والبداية مع زميلة مناير القلاف مناير أهلا بك أهلا بك و أهلا مشاهدين إشادة عربية و دولية بتكريم سمو أمير البلاد قائدا للعمل الإنساني موسيقى سمو أمير البلاد يؤكد أن جائزة الأمم المتحدة هي للكويت و لشعبها موسيقى الجائزة اللي حصلناها الأمم المتحدة هي ليست لشخصي بقدر ما هي للكويت و لشعب الكويت موسيقى سمو أمير البلاد يتلقى التهالي من إخوانه ملوك و رؤساء و قادة عدد من الدول موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أقام معالي الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة بانكه مون أمس حفلة تكريم لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله و رعاه تقديرا لجهود السموه و إسهاماته الكريمة كقائد للعمل الإنساني و دعمه المتواصل للعمليات الإنسانية لهيئة الأمم المتحدة للحفاظ على الأرواح و تخفيف المعاناة حول العالم و ذلك في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك و قد ألقى سموه و رعاه الله كلمة بهذه المناسبة شكرا 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 ألقى هذه المبادرة الطيبة و غير المسبوقة تجاه بالدى الكويت شعبا و حكومةا wszystkich شخصيا هذه المبادرة التي أن دلت على شيء فإنما تدل على الدور الحيوي الذي تقوم به هذي منظمة وأمينها العام والتي تجسد بالاهتمام الدغير والتفهم العمير وبشكل ملموس وواضح للعديد من المشاغل والهواجس والمستجدات التي تواجه الإنسانية وتتحدث سلم الاجتماعي والأمن السياسي في عالمنا اليوم أن هذه التحديات بسنوفها المتنوعة ضعفت الحاجة إلى أساليب معالجة جديدة قادرة على مواجهة ما يهدد الإنسانية وبشكل متزايد من كوالث طبيعية مختلفة ومن فقر وجوع ومرض الأمر الذي دعا هذه المنظمة واستنازا على ميثاقها المرتكز على المهمة السامية والدور الأمثل في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين إلى شحب الجهود الدولية والإقليمية ورسم السياسات وابتكار المبادرات وتعزيز الغزرات وقد لمش العالم الدور المؤثر للأمم المتحدة في الاستجابة النوعية الفريدة والمؤثرة للعديد من الأزمات الناتجة عن الكوالث الطبيعية بأنواعها المتعددة ونتائجها المفجعة المتفاوتة والتي تفاقمت حدتها في السنوات الأخيرة كنتيجة متوقعة لظاهرة تغيير المناخ فضلا عن تزايد الصراعات في العديد من الدول والتي غالبا ما تأخذ طابعا عسكريا يتصدر المدنيين أطفالا ونساء سجلات وإحصائيات الخسائر الناتجة عنها معاني الأمين أن دولة الكويت ومنذ استغلالها وانضمامها لهذه المنظمة سنت لها نهجا ثابتا في سياساتها الخارجية ارتكز بشكل أساسي على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية لكافة الملدان المحتاجة بعيدا عن محددات الجغرافية والدينية والأثنية انطلاق من عقيدتها وغنعتها بهمية شراكة الدولية وتوحيد وتفعيل الجهود الدولية بهدف الأفغاء والمحافظة على الأسس التي قامت لأجلها الحياة وهي الروح البشرية وقد تم ترجمة هذه المسلمات إلى واقع واكبت فيه دولة الكويت المتغيرات العديدة وعالجت خلاله العوائق التي أفرزتها التحديات المتنوعة من خلاله تطوير وتحديث أساليب تقديم المساعدات فأصبحت مبادرة صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد جابر الصباح طيب الله ثراه في إلقاء فوائد القروض الميسرة للعديد من الدول النامية والدول الأقل نموا والتي أعلن عنها رحمه الله في الدورة الثالثة والأربعين لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 1988 سابقة في العمل الإنساني الدولي مدشنا بذلك نقلة نوعية في أساليب المساعدات التي ارتكزت عليها الدولماسية الكويتية تمثلت بتلمس حقيقي للاحتياجات الإنسانية وإبراز المفهوم الإنساني البحث تجاهها وهو أن هذه الغروض والمساعدات ليس لتحصيلها وحساب فوائدها المادية البحثة بل لجني ثمار التعاون الدولي الإنساني المتعدد الأطراء وفوائده التي تفوق معطيات المادة وتوابعها كما سطرت جمعيات الخيرية الكويتية واللجان الشعبية لجمع التورعات صفحات من الدعم المتواصل في دعم مشاريع الإنسانية عديدة في قارة آسيا وأفريقيا بمبادرات شعبية أصحبت الآن أحد العناوين البارزة لأياد الخير التي يتميز بها أبناء الشعب الكويتي والله الحمد وعطفا على هذا النهج الذي أسسه الأمير الراهد تخذت دولة الكويت في عام 2008 قرارا يجسد حرصها على دعم الدور الإنساني للأمم المتحدة عندما خصصت ما قيمته 10% من إجمال المساعدات الإنسانية التي تقدمها لدول المتضررة من الكوارث الطبيعية أو الكوارث التي هي من صنع الإنسان لكي تقدم لمنظمات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة المعنية بالعمل الإنساني وتبعتها بغرارات رسمية بمضاعفة المساهمات الطوعية السنوية الثابتة بعدد من الوكالات والمنظمات الدولية مثل مفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر وصندوق الأمم المتحدة لإستجابة للطوالق وصندوق الأمم المتحدة للطفولة مما منح العمل الإنساني لدولة الكويت أفاق أرحم وأبعاد الأشمل امتازت في تعزيز التعاون المباشر مع تلقى الجهات الدولية في مختلف الأزمات وفي هذه السياق يسعدني أن أعلن أمامكم مضاعفتنا الطوعية السنوية الثابتة لصندوق الأمم المتحدة المركزي لإستجابة للطوالق الإنسانية إلى مليون دولار إن هذا التكريم الذي حضينا به هو تكريم لأهل الكويت وتقدير لمسيرتهم الخيرة في البذل والعطاء والممتدة من ذا الغلم والتي ستظل مستمرة إن شاء الله إن أعمال البرز والإحسان قيم متأصلة في نفوس الشعب الكويتي تناقلها الأبناء والأحفاد فيما عرف عنهم من مسارعة في إقافة المنكوب وإعانة المحتاج ومد يد العون والمساعدة لكل محتاج حتى عندما كان يعاني في الماضي من شضف العيش وصعوبة الحياة ولا تزال وستظل أعماله الخيرة ومبادراته الإنسانية سمة بارزة في سجله المشرب وفي هذا المقام لا بد لنا من الإشارة إلى الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في اعتباره من أحد أقدم المؤسسات الإنمائية حيث جاء إنشاؤه عام 1961 تعبيرا عن الرغبة الصادقة لدولة الكويت في تقديم العون للدول العربية والدول الصديقة لدعم جهدها في تحقيق التنمية من خلال تقديم القروض الميسرة والمساعدات الفنية ولقد بلغ أجمالي ما قدمها الصندوق من قروض خلال مسيرته الممتدة لأكثر من نصف قرن 17 مليار وستة من عشر مليار دولار أمريكي واستفادت منها مائة وثلاثة دول وهو ما يعجل واحد واثنين من دخل القومي الإجمالي متجاوزة بذلك نسبة السبعة من عشر من الدخل القومي الإجمالي التي حددتها الأمم المتحدة عام 1970 كمساعدات رسمية تنمية من الدول المتقدمة وفي السنوات الثلاث الأخيرة ونتيجة لتداهر الأوضاع الإنسانية في سوريا واستجابة لتداعيات تلك الأزمة الإنسانية وتلبية لطلب الأمين العام السيد بانك يومون استضافت دولة الكويت في يناير 2013 ويناير 2014 المؤتمرين الدوليين المنحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا حيث بلقت الدعاهدات المعلنة فيها حوالي 3 مليار 8 مليار دولار ساهمت دولة الكويت بـ 800 مليون دولار التي سلمتها بالكامل لوكالات الأمم المتحدة المتخصصة والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية والمعنية بالشأن الإنساني معاني الأمين العام بالختام لا يسعني إلا أن أجدد لمعاليكم وللقائمين على هذه المنظمة فهائق الشكر والامتنان والتقدير على ما تفذلونه من جهود متعددة وما حققتموه من إنجازات راسعة في الضمير الإنساني مجدداً للتأكيد على أن دولة الكويت كانت وما زالت وستبقى دائماً أصيلاً وسنداً ثابتاً وأضوى فعالاً في الأمم المتحدة إيماناً وتصديقاً منها برسالتها السامية في حفظ السلم والأمن الدوليين ونشط مبادئ العدالة والمساواة وضمان العيش الكريم والرفاه لشعوب العالم وأشكركم مرة أخرى على تكريبكم لنا في هذا الحفل المتميز وبهذا الجمع الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما ألقى أمين عام هيئة الأمم المتحدة كلمة قال خلالها حضرت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت أصحاب السعادة السيدة الوزراء وسيد رئيس الوزراء ورئيس الوزراء السابق سيداتي وسادتي نود أن نشكر السيدة إيموس السلام عليكم يسعدني أبلغ سعادة ويشرفني أن أكون معكم اليوم للتعبير عن تقديرنا للدور القيادي الذي قام به صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت هذا يوم عظيم للعمل الإنساني فنحن نجلس معا مع قائد عظيم لعالمنا في مجال العمل الإنساني والأكثر من ثلاث سنوات شهدنا كوارثة إنسانية كبيرة في الشرق الأوسط أولا في سوريا والآن في العراق ورأينا الآثار الرهيبة لهذه الصراعات المجتمعات تدمرت والاقتصادات انهارت والرجال والنساء أصابتهم القنابل والمدافع والأسلحة الكيموية والأسر التي أصبها الإرهاب تجري من أجل حياتها واستجابة لهذه الفوضى شهدنا كرما إنسانيا لا حدود له جيران سوريا فتح حدودهم لملايين اللاجئين والعملون في حق الأدعام الإنساني لا يزالون يدعمون الملايين في داخل سوريا بالغذاء والمياه النقية والرعاية الطبية في كل شهر والكويت قد أظهرت قيادة نموذجية في دعم هذه العمليات بالقيادة العظيمة لصاحب السمو أمير البلاد الكويت قد تكون دولة صغيرة في الحجم ولكن لها دورا كبيرا ولها قلب كبير وعطوف صاحب السمو سيداتي وسادتي نحن هنا اليوم لكي نعبر عن تقديرنا العميق للدور القيادي لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح نحن نشكر صاحب السمو أمير دولة الكويت وشعب الكويت على كرمهم وساخائهم العظيم تقاه السوريين والعراقيين المحتاجين وفي ظل قيادة صاحب السمو الأمير في أن الكويت استضافت مؤتمرين لإعلان التبرعات في 2013 وهذا العام واستضافت اجتماعا لمجموعة المانحين لسوريا وأشكر الدكتور الممثلي في عقل الإنساني في كل عام تستضيف الكويت مؤتمرا من أجل العمل الإنساني الفعال والكويت أيضا زادت من دعمها للعمل الإنساني متعدد الأطرف زيادة هائلة منذ بدء الأزمة في سوريا في العامين الماضيين فإن الكويت قدمت مئات الملايين من الدولارات للعمليات الإنسانية ليس فقط في الشرق الأوسط وإنما في تشاد وإثيوبيا وكينيا ونيجيريا والصومال والسودان القيادة الكويتية والتمويل الكويتي أنقذ عشرات الآلاف من الأرواح وحفظ الآخرين على المشاركة في العمل المنسق على المستوى الدولي وفي وقت واجبنا أن نداءات كثيرة روجعناها لم تحظى بالاهتمام الكافي يسعدنا أن نقول أننا يمكننا أن نعتمد على سخاء الكويت وخاصة كرم صاحب السمو أمير البلاد أحث مزيدا من الدول في العالم على أن تقدم المساعدات لأن هناك حالات طريقة خطيرة كثيرة تحدث في وقت واحد ومثل هذا التضامن وهذا السخاء بات مطلوبا أكثر من أي وقت مضى صاحب السمو نشكرك شكرا جزيلا ونعتمد على استمرار قياداتكم شكرا جزيلا هذا وألقت نائب الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية فلري أموس كلمة أعربت فيها عن تقديرها العميق للجهود الكبيرة التي يبدلها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حافظه الله ورعاه ودولة الكويت في التعامل مع القضايا الإنسانية حول العالم لا سيما في سوريا ودول الجوار بالإضافة إلى القارة الإفريقية وأكرت أموس أن مساهمات دولة الكويت في عمل الأمم المتحدة والنظام الدولي الإنساني تتجاوز الاختصار على مسألة التمويل فحسب كما أعربت أموس عن تقديرها العميق لموافقة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه على تعيين مستشاره الخاص لشؤون الإنسانية دكتور عبدالله معتوق المعتوق في منصب المبعوث الإنساني للأمين العام لهيئة الأمم المتحدة وأشارت أموس إلى أن هذه الخطوة ساعدت التعاون بشكل أكبر في القضايا الإنسانية بين دولة الكويت وهيئة الأمم المتحدة وكان لها أثر إيجابي في دفع جهود المجتمع المدني الكويتي والمنظمات غير الحكومية لدعم العمل الإنساني حول العالم وقد تم عرض فيلم وثائقي بهذه المناسبة ثم قام معالي الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة بمنح حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه شهارة تقدير بهذه المناسبة وقد شهد حفلة تكريم معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق على الغانم ومعالي نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ ناصر لمحمد الأحمد الصباح وسموه شيخ جابر لمبارك الحمر الصباح رئيس مجلس الوزراء ومعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمر الصباح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبدالله لمبارك الصباح وكبار المسؤولين في ديوان الأميري ووزارة الخارجية استقبل حضرته صاحب السمو أمير البلاد شيخ صباح أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه معالي رئيس مجلس الأمة مرزوك علي الغانم ومعالي نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ ناصر لمحمد الأحمد الصباح وسمو الشيخ جابر لمبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ومعالي نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح وذلك بمقر إقامة سموه بمدينة نيويورك على شرف حضرة صاحب السموه أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وبحضور معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق على الغانم ومعالي نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وأسموه شيخ ناصر لمحمد الأحمد الصباح وأسموه شيخ جابر لمبارك الحمر الصباح رئيس مجلس الوزراء ومعالي النأب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمر الصباح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبدالله لمبارك الصباح ولفض المرافق لسموه حفظه الله ورعاه أقام المندوب الدائم لدولة الكويت لدى هيئة الأمم المتحدة السفير منصور عياد الاعتابي حفل استقبال وذلك بمناسبة تكريم سموه حفظه الله ورعاه كقائد للعمل الإنساني من قبل الأمم المتحدة وذلك في مقر دولة الكويت لدى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 عبر فيها عن خالص تهني بمناسبة منح الأمم المتحدة لسموه رعاه الله لقب قائد العمل الإنساني وتسمية دولة الكويت مركزا للعمل الإنساني تقديرا لجهود سموه حافظه الله الكبيرة التي يبدلها على الصعيد الإنساني العالمي ومشيدا جلالته بجهود وإسهامات سموه في مساندة العمل الإنساني التي عززت من المكانة العالمية لدولة الكويت مؤكدا جلالته بأن هذا التكريم جاء متوافقا مع الدور الإنساني الكبير الذي يقوم به سموه من خلال مبادراته ودعمه للتخفيف عن معاناة الشعوب العالم متمنيا لسموه دوام الصحة ومفور العافية ولدولة الكويت كل الرفعة والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه حافظه الله ورعاه وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حافظه الله ورعاه ببرقية شكر جوابية لأخي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة ضمنها سموه خالص شكري وتقديره على معبر عنه جلالته من تهاني رقيقة وثمانية صادقة بمناسبة قيام الأمم المتحدة بإطلاق لقب قائد العمل الإنساني على سموه حافظه الله وتسمية دولة الكويت مركزا للعمل الإنساني مثمنا ما أبده جلالته من إشادة بالدور الإنساني الذي تقوم به في مجال الإغاثة والعمل الإنساني ومقدرا هذه المبادرة الأخوية المجسدة لأواصل المودة والتي تعكس عمق العلاقات الطيبة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على جلالته منفور الصحة ودوام العافية ويحقق للملد الشقيق كل ما يتطلع إليه من رقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته تلقى حضرة صاحب السموه أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تهنية من أخيه جلالة سلطان قابوس بن سعيد المعظم سلطان عمان الشقيقة عبر فيها عن خارس تهاني بمناسبة منح الأمم المتحدة لسموه حفظه الله ورعاه لقب قائد العمل الإنساني وتسمية دولة الكويت مركزا للعمل الإنساني تقديرا لجهود سموه حفظه الله الكبيرة التي يبذلها على صعيد الإنساني العالمي مشيدا بجهود وإسهامات سموه حفظه الله ورعاه في مساندة العمل الإنساني التي عززت من المكانة العالمية لدولة الكويت متمنيا لسموه دوام الصحة وموفر العافية ولدولة الكويت كل الرفعة والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للسموه حفظه الله ورعاه وقد بعث حضرة صاحب السموه أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية شكر جوابية لأخيه جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم سلطان عمان الشقيقة ضمنها سموه خالص شكره وتقديره على ما عبر عنه جلالته من تهان الرقيقة وتمنيات صارقة بمناسبة قيام الأمم المتحدة بإطلاق لقب قائد العمل الإنساني على السموه حفظه الله وتسمية دولة الكويت مركزا للعمل الإنساني مثمنا سموه ما أبداه جلالته من إشارة بالدور الإنساني الذي يقوم به في مجال الإغاثة والعمل الإنساني ومقدرا هذه المبادرة الأخوية المجسدة لأواصر المودة والتي تعكس عمق العلاقات الطيبة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين سائلا المولى تعالى أن يديم على جلالته موفورة صحة ودوام العافية ويحقق للبلد الشقيق كل ما يتطلع إليه من رقين وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعى برقية تهنئة من أخي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة عبر فيها عن خارز التهاني بمناسبة منح الأمم المتحدة لسموه رعاه الله لقب قائد العمل الإنساني وتسمية دولة الكويت مركزا للعمل الإنساني وذلك تقديرا لجهود سموه حفظه الله الكبيرة التي يبدلها على الصعيد الإنساني العالمي مشيدا بجهود وإسهامات سموه في مساندة العمل الإنساني التي عززت من المكانة العالمية لدولة الكويت متمنيا لسموه دوام الصحة ومنفور الصحة العافية ولدولة الكويت كل الرفعة والازدهار في ضل القيادة الحكيمة لسموه حفظه الله ورعاه وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد شيخ صباح لحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية شكر جوابية لأخي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة ضمنها السموه خالص شكره وتقديره على ما عبر عنه سموه من تهاني رقيقة وتمانيات صادقة بمناسبة قيام الأمم المتحدة بإطلاق لقب قائد العمل الإنساني على سموه حفظه الله وتسمية دولة الكويت مركزا للعمل الإنساني مثمنا ما أبداه سموه من إشادة بالدور الإنساني الذي تقوم به في مجال الإغاثة والعمل الإنساني ومقدرا هذه المبادرة الأخوية المجسدة لأواصر المودة والتي تعكس عمق العلاقات الطيبة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين سأل المولى تعالى أن يديم على سموه موفور الصحة وتوام العافية ويحقق للبلد الشقيق كل ما يتطلع إليه من رقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تهنيئة من أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آلنهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عبر فيها عن خالس تهانيه بمناسبة منح الأمم المتحدة للسموه حفظه الله ورعاه لقب قائد العمل الإنساني وتسمية دولة الكويت مركزا للعمل الإنساني تقديرا لجهود السمو حفظه الله الكبيرة التي يبذلها على الصعيد الإنساني العالمي مثمنا الدورة الإنسانية البارز لسموه حفظه الله الزاخر بالعمل والعطاء على الصعيد الإقليمي والدولي معززا بذلك النهج الذي سارت عليه دولة الكويت منذ قيامها متمنيا لسموه دوم الصحة وموفور العافية ولدولة الكويت كل الرفعة والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه حفظه الله ورعاه وقد بعثا حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية شكر جوابية لأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آلن هيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ضمنها السمو حفظه الله ورعاه خالص شكره وتقديره على ما عبر عنه سموه من تهان الرقيقة وتمنيات صادقة بمناسبة قيام الأمم المتحدة بإطلاق لقب قائد العمل الإنساني على السموه حفظه الله ورعاه وتسمية دولة الكويت مركزا للعمل الإنساني مثمنا ما أبداه سموه من إشادة بالدور الإنساني الذي تقوم به في مجال الإغاثة والعمل الإنساني ومقدرا هذه المبادرة الأخوية المجسدة لأواصر المودة والتي تعكس عمق العلاقات الطيبة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين سائلا سموه المولى تعالى أن أديم على سموه موفور الصحة والدوام العافية ويحقق للبلد الشقيق كل ما يتطلع إليه مرقين وازدهار في ظل القيالة الحكيمة لسموه حفظه الله كما تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقيتين تهنئة مماثلتين من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ومن أخيه صاحب السمو الفريق أول الشيخ محمد بن زايد ألنهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عبر فيهما عن خالص تهانيهما وطيب تمنياتهما بمناسبة إطلاق الأمم المتحدة على السمو حفظه الله ورعاه لقب قائد العمل الإنساني وتسمي الدولة الكويت مركزا للعمل الإنساني متمنين لسموه رعاه الله موفور الصحة ودوام العافية وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لسموهما ببرقيتين شكر جوابيتين ضمنهما سمو حفظه الله ورعاه خالص شكره وتقديره على ما عبرا عنه منطيب المشاعر وصادق الدعوات بهذه المناسبة متمنين سموه لهما موفور الصحة والعافية ولدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة كل الرقي والازدهار تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من أخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبر فيها عن خالص تهني بمناسبة منح الأمم المتحدة لسموه رعاه الله لقب قائد العمل الإنساني وتسمية دولة الكويت مركزا للعمل الإنساني تقديرا لجهود سموه حفظه الله الكبيرة التي يبذلها على الصعيد الإنساني العالمي والذي يعد تكريما أيضا لجميع الدول والشعوب العربية مشيدا بجهود وإسهامات سموه في مساندة العمل الإنساني التي عززت من المكانة العالمية لدولة الكويت متمنيا لسموه دوام الصحة وموفور العافية ولدولة الكويت كل الرفعة والازدهار في إضل القيادة الحكيمة لسموه حفظه الله ورعاه وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية شكر جوابية لأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة ضمنها سموه خالص شكري وتقديري على ما عبر عنه فخامته من تهاني رقيقة وتمنيات صادقة بمناسبة قيام الأمم المتحدة بإطلاق لقب قائد العمل الإنساني على سموه حفظه الله وتسمية دولة الكويت مركزا للعمل الإنساني مثمنا ما أبداه فخامته من إشادة بالدور الإنساني الذي تقوم به في مجال الإغافة والعمل الإنساني ومقدرا هذه المبادرة الأخوية المجسدة لأواصر المودة والتي تعكس عمق العلاقات الطيبة التي تجمع البلدين الشعبين والشعبين الشقيقين سألنا المولا تعالى أن يديم على فخامته موفور الصحة ودوام العفية ويحقق للبلد الشقيق كل ما يتطلع إليه من رقي واستهار في ظل قيادة الحكيمة لفخامته تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من أقيه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بمناسبة منح هيئة الأمم المتحدة لسموه رعاه الله لقب قائد العمل الإنساني وتسمية دولة الكويت مركزا للعمل الإنساني وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية شكر جوابية لأخيه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ضمنها سموه خالص شكره وتقديره على ما عبر عنه سموه من تهان رقيقة وتمنيات صادقة بهذه المناسبة سائلا المولى تعالى أن يديم على سموه موفور الصحة ودوام العافية كما تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من أخيه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عبر فيها عنه خالصة تهانيه بمناسبة منح الأمم المتحدة للسمو حفظه الله ورعاه لقب قائد العمل الإنساني وتسمية دولة الكويت مركزا للعمل الإنساني وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية شكر جوابية لأخيه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ضمنها سموه خالص شكره وتقديره على ما عبر عنه سموه من تهالي الرقيقة وتمنيات صادقة بهذه المناسبة سائلا المولى تعالى أن يديم على سموه موفور الصحة ودوام العافية وتلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من أخيه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد نعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان عبر فيها عن خالص تهنيه بمناسبة منح الأمم المتحدة للسموه حفظه الله ورعاه لقب قائد العمل الإنساني وتسمية دولة الكويت مركزا للعمل الإنساني وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية شكر جوابية لأخيه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد نعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان ضمنها سموه خالص شكره وتقديره على ما عبر عنه سموه من تهن الرقيقة وتمنيات صادقة بهذه المناسبة سائل المولى تعالى أن يديم على سموه موفر الصحة ودوام العافية وتلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من أخيه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القوين عبر فيها عن خالص تهنيه بمناسبة منح الأمم المتحدة للسموه لقب قائد العمل الإنساني وتسمية دولة الكويت مركزا للعمل الإنساني وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية لأخيه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القوين ضمنها سموه خالص شكره وتقديره على ما عبر عنه سموه من تهن الرقيقة وتمنيات صادقة بهذه المناسبة سائلا المولى تعالى أنه ديم على سموه موفور الصحة ودوام العافية كما تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من أخيه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة رأس الخيمة عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة منح الأمم المتحدة للسمو حفظه الله ورعاه لقب قائد العمل الإنساني وتسمي دولة الكويت مركزا للعمل الإنساني وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية لأخيه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة رأس الخيمة ضمنها سمو حفظه الله خالص شكره وتقديره على ما عبر عنه سموه من تهاني الرقيقة وتمنيات صادقة بهذه المناسبة سائل المؤمنة تعالى أن نديم على سموه موفور الصحة ودوام العافية تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد شيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة عبر فيها عن خالص التهاني بمناسبة منح الأمم المتحدة لسموه رعاه الله لقب قائد العمل الإنساني وتسمية دولة الكويت مركزا للعمل الإنساني وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية شكر جوابية لأخي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة ضمنها سموه خالص شكره وتقديره على ما عبر عنه من تهاني رقيقة وتمانية صادقة بمناسبة قيام الأمم المتحدة بإطلاق لقب قائد للعمل الإنساني على سموه حفظه الله وتسمية دولة الكويت مركزا للعمل الإنساني متمنيا لسموه موفور الصحة ودوام العافية تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تهنيئة من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة أبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة منح الأمم المتحدة للسمو حفظه الله لقب قائد العمل الإنساني وتسمية دولة الكويت مركزا للعمل الإنساني وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية شكر جوابية لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة ضمنها سموه خالص شكره وتقديره على ما عبر عنه من تهاني الرقيقة وتمنيات صادقة بمناسبة قيام الأمم المتحدة بإطلاق لقب قائد العمل الإنساني على سموه حفظه الله ورعاه وتسمية دولة الكويت مركزا للعمل الإنساني الصحة ودوام العافية تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من أخيه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة الثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة قطر الشقيقة عبر فيها عن خالص التهانيه بمناسبة منح الأمم المتحدة لسموه رعاه الله لقب قائد العمل الإنساني وتسمية دولة الكويت مركزا للعمل الإنساني وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية شكر جوابية لأخي معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة الثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة قطر الشقيقة ضمنها السموه خالص شكري وتقديري على ما عبر عنه من تهاني رقيقة وتمنيات صادقة بمناسبة قيام الأمم المتحدة بإطلاق لقب قائد العمل الإنساني على سموه حفظه الله وتسمية دولة الكويت مركزا للعمل الإنساني متمين لمعاليه موفور الصحة ودوام العافية تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه تهنئة من أخيه سمو الشيخ ناصر لمحمد الأحمد الجابر الصباح التالي نصها سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أطل الله في عمره المديد أمير البلاد المفدة تحية طيبة وبعد يشرفوني أن أرفع لمقام سموكم حفظكم الله ورعاكم أسمى التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة منحكم لقب قائد العمل الإنساني من قبل هيئة الأمم المتحدة ولا شك أن هذا التكريم الأممي المستحق قد جاء تقديرا لمسيرة سموكم الحافلة بالإنجازات في كافة مجالات العمل الإنساني فعلى الصعيد السياسي لطالما كانت جهودكم الطيبة سلاما وحسما للعديد من الأزمات السياسية التي لولا حكمتكم المعهودة ودوركم المتميز في التعامل معها لصارت أزمات شديدة وسيظل التاريخ يذكر بالتبجيل جهود سموكم المتواصلة التي بذلتموها لحل الأزمة اليمنية في عام 1972 ميلادية والتي كادت أن تتسبب بحرب طاحنة في ذلك الوقت كما سيظل يذكر أيضا جهود سموكم حفظكم الله بان وجودكم في اللجنة السداسية التي شكلت لمساعدة دولة لبنان الشقيقة على إنهاء حربها الأهلية وكذلك جهودكم لتخفيف التوتر القائم بين جمهورية اليمن الديمقراطية وسلطنة عمان عام 1980 إضافة إلى دوركم المستمر لدعم القضية الفلسطينية إلى غير ذلك من الأدوار السياسية البارزة التي تحفل بها مسيرة سموكم السياسية وعلى صعيد العمل التنموي فإن مبادراتكم الإنسانية هي نبراس مضيء يهتدي به القادة في مجال الحرص على مساعدة الشعوب المستضعفة ولا زالت مبادراتكم لدعم الشعبين الفلسطيني والسوري شمسا ساطعة في هذا المجال كما أن جهودكم لدعم مسيرة السلام العالمي وتعزيز عرى التواصل بين الحضارات ستظل شاهدا على كريم خصالكم وإنسانيتكم وحرصكم على تحقيق الخير لكل البشر على وجه المعمورة إنني وإذا أؤكد بالغ اعتزازي وفخري بتاريخ سموكم المشرف الذي جعلكم أهلا للحصول على لقب قائد العمل الإنساني فإنه يسرني أن انتهز الفرصة لأتوجه إلى المولى عز وجل بخالص الدعوات أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية وأن يوفقكم دوما ويسدد على دروب الخير خطاكم لما فيه خير ورفعة ورفاه أبناء شعبنا الكرام وأن يحفظ بلدنا واحة للأمن والأمان في ظل قيالة الحكيمة ورعاية الكريمة لسموكم حفظكم الله ورعاكم وتفضلوا سموكم بقبول أسمى آيات الود والتقدير ناصر لمحمد الأحمد الجابر الصباح هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة شكر جوابية التالي نصوها سمو الأخ الشيخ ناصر لمحمد الأحمد الجابر الصباح حفظه الله تحية طيبة تلقينا بكل التقدير برقية سموكم الكريمة المتضمنة تهانيكم الرقيقة لنا بمناسبة قيام هيئة الأمم المتحدة بتسمية دولة الكويت مركزا إنسانيا عالميا وإطلاقها لقب قائد العمل الإنساني علينا وإذا نشكركم على ما أعربتم عنه من مشاعر طيبة ودعاء صادق بهذه المناسبة فإننا نثمن أيضا هذه المبادرة الأخوية سائلين المولى جل وعلا أن يديم عليكم موفور الصحة والعافية وأن يحفظ وطننا الغالي ويسدد خط الجميع لخدمته وتحقيق المزيد مما ننشده له من رقي ونمو وازدهار ورفع رايته في مختلف المحافل الإقليمية والدولية وتقبلوا خالص التقدير صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت تلقى سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حفظه الله من معالي الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني رسالة بمناسبة منح حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لقب قائد العمل الإنساني وتسمية دولة الكويت مركزا إنسانيا عالميا من قبل منظمة الأمم المتحدة هذا نصها سمو الأخ الكريم الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ولي العهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لنا بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن جميع منتسبي الحرس الوطني أن نبعث إلى سموكم أسمى آيات التهاني والتبركات بمناسبة منح سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لقب قائد الإنسانية من قبل الأمم المتحدة وتسمية الكويت مركزا إنسانيا عالميا وأننا لن أهنئ وسموكم ونهنئ أنفسنا والكويت قاطبة بهذا التكريم الذي يعد وساما تحفظه الصدور وتاجا يزين الرؤوس ويعكس الدور الريادي للكويت في العمل الإنساني الذي تووج بتقديم مساعدات للأشقاء والأصدقاء في مختلف بقاع العالم سهامت في تخفيف الألام وتخطي الأزمات والتصدي للكوارث ندعو الله تعالى أن يكلأ سموكم بعنايتي ويحيطكم برعايته وأن يديم عليكم الصحة والعافية كما نسأله أن يديم على الكويت نعمتي الأمن والأمان وأن يمن عليها بمزيد من الرخاء والازدهار في ظل قيادة راعي نهضتها وقائد مسيرة الوفاء والعطاء سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدة بمؤازرة سموكم ولي العهد الأمين حفظكم الله ورعاكما مع خالص أمنياتنا أخوكم مشعل أحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني هذا وقد بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله برسالة شكر جوابية إلى معالي الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني هذا نصها معالي الأخ الكريم الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله نائب رئيس الحرس الوطني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيم لنا أن نعرب لمعاليكم ولي جميع الأخوة منتسبي الحرس الوطني عسكريين ومدنيين عن بالغ الثناء والتقدير على رسالة التهنئة التي عبرتم فيها عن كريم المشاعر وصادق التهاني بمناسبة منح حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لقب قائد العمل الإنساني وتسمية دولة الكويت مركزا إنسانيا عالميا من قبل منظمة الأمم المتحدة وإذ نشكركم على هذه المبادرة الطيبة فإننا نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يصبغ عليكم بنعمة الصحة والعافية وأن يمدكم بعونه وقوته وأن يحفظ كويتنا الغالية من كل مكروه وسوء لتظل رأيتها عالية خطاقة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدة حفظه الله ورعاه ذخرا للبلاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نوافل أحمد الجابر الصباح نائب الأمير وولي العهد وصف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمر الصباح احتفالية تكريم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في مقر هيئة الأمم المتحدة بمناسبة تسمية سمو وقائدا للعمل الإنساني ودولة الكويت مركزا للعمل الإنساني بأنها تاريخية وقال الشيخ صباح الخالد عقب لقائه مع الأمير العام للأمم المتحدة بن كيمون في مقر المنظمة الدولية أنه قدم خلال الاجتماع شكر دولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على احتفالية تكريم سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وذلك تقديرا لجهود سموه وإساماته الكريمة لقاء اليوم سيد بن كيمون الأمم المتحدة لتقديم شكر دولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على هذا الاحتفال الرائع هذا الاحتفال التاريخي اللي يكرم فيه سيدي صاحب السمو كقائد إنساني لقاء عبرت فيه عن شكرنا وتقديرنا في دولة الكويت وعن مساندة دولة الكويت لكل المجهود اللي يقوم فيه الأمير العام من أجل تحسين الوضع في العالم في النواحي الإنسانية وفي أيضا القضايا المعقدة اللي واجهها من تحديات أيضا استثمرت هذه الفرصة لتباحث مع السيد بن كيمون عن الأوضاع في المنطقة والتحديات الكبيرة الأوضاع في العراق وفي قزة وفي سوريا وفي اليمن وفي ليبيا تستدعي بل تقتضي أن يكون هناك عمل للمجتمع الدولي تحديات كبيرة دول المنطقة دول مجلس التعاون دول العربية ضمن عملها في جامعة العربية قامت بما هو مطلوب وسوف تستكمل هذا الدور المجتمع الدولي في الأمم المتحدة ودور السيد بن كيمون في هذه القضايا مهم تبادل وجهات النظر حول هذه القضايا أيضا مهم العلاقة بين الكويت والمتحدة علاقة مميزة علاقة ممتازة العميل العام زار الكويت أدة مرات تلاقشنا معه في قضايا كثيرة سياسية وإنسانية واجتماعية وبيئية وإحنا مقبلين على قمة التغير المناخي فكان هناك جدوى الحافل الحقيقة في لقائنا اليوم لكن عنوان هذا اللقاء هو شكر وتقدير دولة الكويت على دول الأمم المتحدة في تكريم صاحب السمو كقائد إنساني لقائد اليوم مع السيد بن كيمون العميل عام رحبت جامعة الدول العربية بتكريم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح لحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمنح السمو رعاه الله لقب قائد العمل الإنساني وتسمية دولة الكويت مركزاً إنسانياً عالمياً من قبل منظمة الأمم المتحدة وهنأت جامعة الدول العربية دولة الكويت أميراً وشعباً وحكومةً بهذه المناسبة ووصف الأمير العام المساعد السفير محمد سبحي وصف حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بأنه قائد عربي فذل ومتميز من جهته رحب المفاوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنتونيو بوتيريس بتكريم حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وأعرب عن تقديره للدور الريادي الفريد الذي يؤديه سموه ورعاه الله والشعب الكويتي الكريم في مجال العمل الإنساني إقليمياً ودولياً وقال كوتيريس إن السجل الإنساني لسموه رعاه الله حافل بالإنجازات التي كانت سبباً في تحسين الحياة اليومية للملايين حول العالم نعم إذن تكريم دولة الكويت مركزاً للعمل الإنساني وحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح لحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعى أيضاً يعني قائداً للعمل الإنساني من قبل أعلى هيئة عالمية الأمم المتحدة كان محل اهتمام واسع وكبير من قبل صحفنا المحلية الصادرة هذا اليوم نتابع كويت الخير محط أنظار العالم في الاحتفال التي أقامتها منظمة الأمم المتحدة بمقرها بنيويورك أشادت من خلالها بالمسيرة الخيرة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمنحه لقب قائد للعمل الإنساني فالكويت سنت لها نهجا ثابتا في سياستها الخارجية ارتكز على تقديم المساعدات الإنسانية لجميع البلدان المحتاجة بعيدا عن المحددات الجغرافية والدينية والإثنية ما جعلها تتبوأ أعلى المراتب في العمل الإنساني العالمي الصحف الكويتية تناولت في صفحتها الأولى هذه الاحتفالية باعتبارها مبادرة طيبة وغير مسبوقة تجاه الكويت الشعبا وحكومة جريدة الأنباء شهادة أممية بجهود وكرم قائد الإنسانية جريدة الرأي الأمير المفهوم الكويتي للقرود والمساعدات ليس لتحصيلها وحساب فوائدها بل جني ثمار التعاون الإنساني جريدة الشاهد سمو الأمير تقلد وسام الإنسانية في الأمم المتحدة جريدة السياسة احتفاء أممي غير مسبوك بسموه بمناسبة منحه لقب قائد العمل الإنساني جريدة الجريدة الأمير التكريم لأهل الكويت جريدة الوسط الأمم المتحدة أمير الكويت قائد إنساني عظيم جريدة الصباح العالم كرم الأمير قائداً للعمل الإنساني جريدة النهار الأمير تكريم تكريم لأهل الكويت وتقدير لمسيرتهم في البذل والعطاء جريدة القبس الأمير البر والإحسان نهج ثابت في العطاء أعمال البر والإحسان قيم متأصلة في نفوس الشعب الكويتي تنقلها الأبناء والأحفاد بما عرف عنهم في إغاثة المنكوب وإعانة المحتاج وهذا التكريم الأممي بصمة تضاف إلى مسيرة الخير والكرم التي سطرت صفحات من الدعم المتواصل لمشاريع إنسانية عديدة وكبيرة في العالم تجسيداً لما جبلت عليه الكويت من قيم إنسانية أساسها التعاون والإخاء ومساعدة الغير إذن كنا معكم في نشرة الأخبار كويت الخير شكراً للمتابعة وليكم تذكيراً بإهاني وأبرز العناوين مع عامر العجمي إلى اللقاء شكراً وناير وإلى اللقاء إشارة عربية الدولية بتكريم سموي أمير البلاد قائداً للعمل الإنساني سمو أمير البلاد يؤكدوا أن جائزة هيئة الأمم المتحدة هي للكويت ولشعبها الجائزة اللي حصلناها الأمم المتحدة هي ليست لشخصي بقدر ما هي للكويت ولشعب الكويت سمو أمير البلاد اتلقى التهاني من أخوانه ملوك ورؤساء وقالت عدد من الدول إلى اللقاء اشتركوا في القناة